السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا النمسا تتراجع عن قراراته فيما يخص مقاطعة نوردغين فيستفالن وأيضا كريس كوتاسلو بعدما على ما يبدو تغطت ألمانيا على النمسا الرئيس وزراء مقاطعة نوردغين فيستفالن أمين لاشت اتصل عدة مرات بالمستشار النمساوي يوم الأحد يعني البارحة وحاول يشرح له للمستشار النمساوي الوضع تماما في مقاطعة نوردغين فيستفالن وفي منطقة كوتاسلو وانه هذا الوباء ما انتقل للسكان المدنيين بشكل كبير وانه بقيت المقاطعة ما في شيء وألمانيا اخذ كل الاحتياطات وعبتم اختبار الناس بشكل كامل والموضوع تحت السيطرة تماما على ما يبدو انه تم الضغط على النمسا والآن تراجعت عن شيئين الشيء الأول هو التراجع عن استقبال المواطنين الألمان لقضاء الإجازة في النمسا من مقاطعة نوردغين فيستفالن لأنه النمسا حزرت من كل المقاطعة والمستشار نمساوي حتى أعلن عن وقف استقبال الطائرات من مقاطعة نوردغين فيستفالن الآن ألغي هذا الشيء أو سيتم إلغاءه اليوم ليلا بساعة الصفر يعني ليلا 12 ليلا والإجراء الثاني أنه حتى الناس اللي من منطقة كوتاسلو من طواحي يعني المكان اللي انتشر في هذا الوباء اللي هو تونيس سيسمح لهم بالدخول للنمسا وقضاء الإجازة الصيفية فيها إذا قدروا يجيبوا معهم التست أو تقرير طبي يثبت أنه هنن خالي من هذا الوباء ويكون أقدم من 72 ساعة إذن هاي الإجراءات اللي قدر يضغط فيه رئيس وزراء مقاطعة نوردغين بس فعلا المستشار نمساوي وينتزع منه لأنه اليوم يوم الأسنين بدأت العطلة الصيفية لطلاب وتلاميذ المدارس بمعنى أنه اليوم كل العائلات بتبلش يعني بتطلع للإجازة الصيفية والألمان بشكل خاص يعني كمان بتوجهوا كتير للنمسا مشان يتيح للسكان الألمان أنه يخضوا الإجازة الصيفية بالنمسا لسكان نوردغين فيس فعلا أو حتى لجوتاسلو وضواحي جوتاسلو قدر ينتزع الآن هذا الانتصار من النمسا ومعنى الآن كمان خبر حلو من مطار فرانكفورت أنه تم إقامة مركز للاختبار تضل هذا الوباء لكل الناس اللي بتسافر من مطار فرانكفورت فإذا أنت سافرت لأي دولة في العالم وبدك تضمن أن تدخل هالدولة بدون أي مشاكل حاصة إذا تعرف أنه هالدولة بتطلب منك اختبار أنك تكون خالي من هذا الوباء ففيك تعمل هذا الاختبار مباشرة في المطار افتتحوا فيه مختبر بتحصل فيه على ورقة بعض الدول لأنه تطلب أنه الاختبار ما يكون أقدم من 72 ساعة وبالتالي أنت فيك قبل ما تسافر تعمل الاختبار وتسافر هذا المخبر بيستوعب يعني بيقدر يعمل 300 فحص خلال ساعة واحدة وهذا يعني رقم جيد لا بأس به طبعا قياسا لعدد الرحلات عادة من مطار فرانكفورت يعني تأكيد قليل لو عادت حركة الطيران إلى سابق عهدة ولكن للناس اللي بتعرف أنه رايح على دولة معينة تطلب هذا الاختبار فيك تعمله في المطار وتطلب مباشرة وتأخذ معك الورقة وتضمن أنك تدخل الدولة اللي أنت مسافر لألا مقاطعة بايان تعلن عن رغبتها في اختبار جميع السكان العايشين في منطقة أو مقاطعة بايان رئيس وزراء ماكو زودا قال أنه رح نقدم اختبار لكل الناس بشكل مجاني طبعا بشكل طوعي كل إنسان حابب يختبر نفسه في مقاطعة بايان من سكان مقاطعة بايان يقدر الآن يختبر نفسه بشكل مجاني الاختبارات رح تكون على حساب حكومة المقاطعة هي اللي ستتحمل التكاليف المادية ممكن يساعدوا الحكومة المركزية ولكن حتى لو ماساعدوا ماكو زودا رئيس وزراء مقاطعة بايان قال أنه نحن نقدم اختبار لجميع السكان المقاطعة خاصة يعني المراكز صناعة اللحوم رح يركزوا عليها كتير ومعامل اللحوم والمزابح وهالمأمكنة والكيتاس رياض الأطفال شول المدارس لكل السكان ولكل من حابب يختبر نفسه صار فيكم تختبروا نفسكم في مقاطعة بايان وتحصلوا على النتيجة بسرعة وبشكل مجاني والآن بالنسبة لمقاطعة نوتغين فيسفال لكرايس كوتاسلو وكرايس فاغندوف نحن نعرف أنه هدول المنطقتين تحديدا تم فيهم فرض اللوكداون مرة أخرى وقالنا أنه اللوكداون سيستمر حتى آخر هذا الشهر وغدا هو 30 بالشهر المفروض أنه يتم اتخاذ قرار جديد من قبل حكومة المقاطعة ورئيس وزراء المقاطعة إن كان سيتم إلغاء اللوكداون الآن أم تمديده بالنسبة للأرقام الآن الأرقام صادرة عن معاهد غوبة كوحة بتقول أنه الأرقام لا تزال عالية يعني عدد الحالات الجديدة خلال أسبوع واحد في يوم الأسنين صدرت اليوم أرقام معاهد غوبة كوحة لا تزال عند 112.6 للا كرايس كوتاسلو إذن الرقم لا يزال فوق 50 لكل 100 ألف مواطن وهذا يعني أنه المفروض أنه يتم تمديد الآن اللوكداون لفترة أطول في كرايس كوتاسلو تحديدا وغندوف ربما لا ولكن كوتاسلو قد يتم التمديد بانتظار قرار حكومة المقاطعة ورئيس وزراء مقاطعة دنوت غانوسفال أمين لاشهد الآن لكل الناس اللعب تسألني كمان عن الموضوع الأبل أو التطبيق التحذيري على تليفوني طبعاً أنا صلي منزل التطبيق طريباً 12 أو 13 يوم عبيقلي خطر منخفض لكن لا يوجد أي مقابلة خطيرة يعني ما تقابلت مع ناس عندهم هذا الوباء إذاً صار البرنامج مفاعل 12 من 14 يوم 12 يوم صلوا إذاً اليوم تم أيضاً تحديث هذه الأرقام وهذه البيانات إذاً أموري في السليم كله أخضر ما في شيء أبداً ما قابلت أي ناس طبعاً أنا حركتي كبان قليلة ما بتقابل يعني حاول بعد عن تجمعات قدر الإمكان كان أكتر مكان بلتقي فيه من ناس لما بروح بعمل تسوق بلبس الكمامة بدخل ولكن بحاول أنه ما أعمل تماس كبير مع الناس وأجنب يعني الناس قدر الإمكان وأنه أدخل وأطلع بسرعة أنجز الأمور اللي لازم أعملها ومشترياتي بدون ما أحتك مع الناس بشكل كبير ولذلك أموري في السليم ولونه أخضر والأمور كلها تمام هيك أنا تحمل أنباع مستوى ألمانيا بتمنى للجميع الصحة والعافية تمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته